أكد عمر درويش عضو مجلس النواب عن تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تصريحات للتلفزيون المصري أن قانون الأحزاب السياسية لا يحتاج إلى تغيرات جوهرية ولكن عدد من النقاط التي تساهم في دعم الحياة الحزبية جلسة في منتهى الأهمية لأنها مرتبطة بي الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة خلينا أقول الحياة كانت نقاشات مثمرة جداً إحنا طبعاً بمثمن وجود كل الأطراف السياسية والتيارات بمختلف الأيدولوجيات موجودة في هذه الجلسة لكن هو تحديداً أنا ما يهمني في هذا الموضوع يعني في تقدير الشخصي أن طبعاً قانون الأحزاب السياسية يعني مش محتاج إلى تعديلات جوهرية قد تكون يعني تعديلات طفيفة جداً لا تمس صلب القانون لكن يعني القيمة الأكبر في مسألة الممارسة السياسية هنا وقدرة الأحزاب السياسية هي تكون موجودة على الأرض الواقع أعتقد أن ده محور مهم جداً يعني حيطرح النهاردة فيه النقاشات وحيكون له طبعاً وقت كبير جداً لأن هي المسألة هنا مرتبطة بمسألة يعني هل تستطيع الأحزاب السياسية أن تكون قادرة على تمثيل المجتمع المصري ولا لا